الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى كانت من الأوطان من مكة إلى المدينة كما قال الإمام العز بن عبد السلام لكن هناك نوع آخر من الهجرة وهو هجر الإثم والعدوان من الشر إلى الخير من المعصية إلى الطاع من الذنب إلى الحسنات من الكسل والخمول إلى العمل والإنتاج والجد والبناء والتعمير من القتل وسفك الدماء وتقطيع الأشلاء وتخريب الأوطان العربية والإسلامية إلى بنائها وإعمارها والدعاء بأن يجمع الله شمل الأمة وأن يحرر المسجد الأقصى من أيد الظالمين وأن يكتب لنا صلاة فيه قبل الممات من إلى بما توصي السلام أنا أوصيهم بوسيطين للهدي أهجروا بقلوبكم وأرواحكم من الجفاء إلى الصفاء ومن البعاد إلى الوداد لتنالوا وصال خير العباد اللهم أدم علينا الوداد وبحب النبي بلغنا المراد اللهم أمن كان الصالحين يا مولانا لهم حال مع ربنا ولهم حال مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيدعى أنه بيحب سيدنا النبي وما بيصليش عليه ده مدعي محبة اللي بيدعى أنه يحب سيدنا النبي وما بيصليش الصلوات في جماعة ده مدعي محبة صحيح من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفرضه إن كان صدقا طاعة ووفاء صحيح وسيدنا النبي وص السيدة أم سليم أم أنس وقالها يا أم أنس أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره الله هي دي الوصية اللي أوصي نفسي بها وأوصي حضرتك وأوصي السادة المشاهدين وغور المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره نعم نعم نعم